مواجهة في منتقى الأهمية تنتظر الزمالك بعد ساعات إن شاء الله في التساعة من مساء غد بإذن الله مواجهة كبيرة مواجهة مهمة مواجهة زي بيقولوا كده إيه المهمة المستحيلة مش مستحيلة إنه الزمالك ما يقدرش يكسب الترجي ولكن هي عشان مهمة بقت صعبة جدا بس الزمالك يقدر؟ آه يقدر الزمالك عمل المهمة المستحيلة دي الموسم اللي فات بامتياز كانت مهمة مستحيلة أكبر بكتير من اللي حم نتكلم في دلوقتي كان صعب جداً الزمالك يكسب الدوري كان صعب جداً يكسب الكاس عشان الظروف اللي كان فيها نادي الزمالك اللي هي بالمناسبة في رأيي أكيد أصعب بكتير من أي ظروف ممكن يتعرض لها الزمالك دلوقتي تبتكلم زمالك الموسم الماضي أنا بفكر بس الجماهيل وبفكر نادي الزمالك من الموسم الماضي إصابات بالجملة إقاف قيد لعبين مهمين راحلوا عن الفريق ورغم كده الزمالك كسب دوري وكسب كاس ده بجانب طبعاً إن بداية الزمالك الموسم الماضي ما كانتش تبين أبداً إن الزمالك هيكسب دوري والدليل لو تتذكر أنت كمشجع للزمالك كنت بتقول يعني لو الزمالك خد مركز يأهلوا البطولة أفراقيا في الدوري يبقى حلو جد الوضع كان صعب جداً في بداية الموسم ورغم كده الزمالك فاس بالدوري وفاس بالكاس بكل الظروف الصعبة الممكنة اللي عاشها الزمالك الموسم الماضي عمل الإنجاز إحنا بقى مستنين نشوف بكرة الزمالك النسخة دي يعني إيه؟ يعني السنة اللي فاتت الجماعين ما كانتش متوقعة إن الزمالك يروح لبعيد وراح بكرة في كتير متشائمين فإن شاء الله الزمالك يقول لا ما تتشائموش أنا موجود أنا عندي لعيبة مهمين أنا عندي لعيبة دولية أنا الزمالك الاسم الكبير لو الترجي اسم كبير ومهم في القرى الأفريقية وفي تونس فأنا أيضاً الزمالك هالزمالك بكرة لازم يلعب باسمه لازم اللاعبين اللي هيلعبوا بكرة يبقوا فاهمين إنه هم لابسين تشيرت الزمالك أنا عارف إنه الكلام ده ممكن يبقى كليشهاد شوية بس سادينا بنسمع بعض الزمالك بكرة عنده مهمة كبيرة للقرى المصرية مش بس الزمالك فلو سمحت يا لاعب نادي الزمالك لو كنت سمعت دلوقتي أو هتسمع أو حد هيقولك أو حد هينقلك مشاعر الناس اللي بتشتغل في الإعلام مشاعر جماهير نادي الزمالك العريضة إلعب لو سمحت لو سمحت بقيمة واسم نادي الزمالك في مواجهة الغد لا تيجي تقولي أصل ظروف أصل مستحقات أصل إدارة أصل مدرب ما كل ده حطه على جنب بقى حتى لو ليك حق في بعض الأمور حطها برضه على جنب ده لو فرضاً ليك حق في بعض الأمور حطها برضه على جنب وركز بقى ركز وافرح وافخر أن أنت برضه لابس تشيرت لنادي الزمالك فمش كتير لعيبة في مصر يتعرف تلبس تشيرت لنادي الزمالك والنادي الأهل فأنت خليك فخور ودي بقيمة التشيرت ودي من مجهود ومستوى وأداء وروح وحماس بقيمة تشيرت نادي الزمالك وكل توفيق إن شاء الله للزمالك في مواجهة التراجي إن شاء الله سعى تسعى مساء في دولة أبطال أفراج